عدة أيام مرت على وقوع مذبحة جبله شمالي بابل حيث أزهقت أرواح 21 شخصاً من عائلة المواطن رحيم الغريري جلهم أطفال ونساء ولا تزال السلطات الحكومية تتخذ من إطلاق الوعود لمحاسبة الجنات طريقاً باتجاه التسويف ومن ثم غلق ملف المجزرة مثل ما حدث في مجازر سابقة التعاطي الحكومي مع مجزرة جبله وصفه سكان المنطقة بالمريب للغاية نافين أن يكون الضحية رحيم الغريري متورطاً بأي قضية جنائية وفق ما ادعت جهات أمنية ووسائل إعلام تابعة للأحزاب العمل الإرهابي نقوله والله يعني حتى الإرهاب ما يسويش يعني إحنا جيران أقرب والناس عليهم يعني ما عنده أي شيء يجب أن يفقوا له أرهابي أو يفقوا له مخدرات يعني ما يكون أي حاجة نحن يعني 500 متر عنده ما يكون ما عنده رجال بسيط يعني يشتغلوا بمخدرات هذا بيته؟ هاي سيارته؟ عم والله ما عنده رجال فقير يشتغلوا بالعلمة الحلال الكيه ما تتعبانه عنده راتب ما العاطين والله هاله بيته سكان جبله حملوا القوات الأمنية التي كانت منتشرة في المنطقة ومحيطها مسؤولية وقوع المجزرة معبرين عن مخاوفهم من تكرار نفس المجزرة ضد باقي سكان المنطقة ندين وبشدة العمل الذي قامت به الأجزة الأمنية أنا أعتبرها أجزة قمعية لأنه اليوم بكل دول العالم أي مذكرة إلقاء القبض إذا واجهت القوات الأمنية مقاومة يتم تطويق المبنى وتكون هدف القوات المطوقة أنه إخلاء الرهائن ولكن مع الأسف الشديد لم نرى مهنية في العمل من ضمن القوات الأمنية التي أتت ودهمت هذا المنزل فيما طالب أقارب رحيم الغريري حكومة الكاظمي بالقصاص من جميع المتورطين بمذبحة جبله وفي مقدمتهم الضابط شهاب صاحب الوشاية الكيدية مؤكدين أن تشكيل لجنة تحقيقية وإقالة قائد شرطة بابل ليس بحجم المذبحة على الإطلاق نحن نريد إعدامه نحن نطالب بإعدامه نحن نحمل مسؤولية شيخ فريق وكل شيخ عشائر المحافظة بابل العراق كله نريد إعدامه بنفس المكان هذه القوات كنا جدتين ما صايرهاي ما صايرها قبل ولا مرة عندنا توجيه تهمة الإرهاب وتشويه سمعة الضحايا قبل سفك دمائهم أمور لم تعد تطاق يقول عدد من وجهاء محافظة بابل مخاطبين مسؤولي الأجهزة الأمنية لا يبقون شماعة الإرهاب حطينها على اليناء أجبلها خالية من كافة الإرهاب ومحافظة بابل خالية من كافة الإرهاب يعني كتلون عائلة كاملة بجريرة الإرهاب ليس أكون أرهاب في نقضاء أجبلها وتنتاب سكان جبله مخاوف بشأن استمرار المماطلة في إجراءات التحقيق وتمييعها وصولا إلى إفلات القتلة من العقاب كما حدث في مجازر سابقة ضد السكان في مختلف مدن العراق ترجمة نانسي قنقر